بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تأسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز يمكن من الرموز الطيبة جدا في المنام. هنتكلم على رمز من الرموز القوية اللي بتدل على ولادة سكر. والله اعلى واعلم. كمان من الرموز اللي بتدل على شفاء لو كان الرأي مريض. من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى برقة. وعلى خير هينولها الرأي. برضو من الرموز اللي بتدل على منصب او مكانة او تولي قيادة او عمل جديد. هي من الرموز كمان اللي بتدل على مناسبات. سواء المناسبات دي خاصة بزواج. خاصة اه بترقية او بمنصب. وخاصة كمان اه بزرية او اه بحمل. اه كمان من الرموز اللي بتدل على عودة اه شخص غايب او عودة شخص اه مسافر. اه برضو من الرموز اللي اه بتدل على النجاح في حياة الرأي بشكل عام. اه كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق اه اه مكاسب او تحقيق اه ارباح او تحقيق او اه ارزاق واسعة اه للرأي. اه برضو من الرموز اللي اللي بتدل على اه مكانة هيحصل عليها الرأي على اه اه زوال الهموم زوال للتعب على ولادة سهلة ميسرة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على اه اه تحسن اه في المعيشة و اه قدوم خير ورزق للرأي. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية الديوف. اما يشوف الرأي انه في اه ديوف سواء كان الديوف دي معلومة للرأي يعني معروفة او اه ديوف مجهولة هو مش مش عارفة. اه اول حاجة لما يشوف الرأي انه اه هو بيستقبل عدد من الديوف لو كان هو في الواقع مريض او بيعاني من ازمة صحية فشفاء ليه. كمان لما يشوف ان هو بيستقبل لديوف هو مبتزم وفرحان. اه فدي برضو خير كتير هو يحصل عليه رزق وبركة. اه كمان في الفترة المقبلة. كمان لما يشوف الشخص ان فيه ديوف دخلوا البيت ويقدم لهم الطعام وقدم لهم الشراب واكلوا شربوا يعني يعني اه اكرمهم بمعنى اصح. اه فبشار ليه بتولي منصب وترقية ومكانة. اه وكمان ممكن تدل على حصوله على فرصة عمل اه جديدة لو هو كان اه بيسعى العمل. كمان لما يشوف الديوف اه كمان اه دخلوا اكلوا. اه لو كانت مرأة متزوجة وبتسعى لي الحمل. فبشارة ليها بالحمل ويه بالحمل بيه اه زكر. والله اعلى واعلى. كمان اه لما تشوف الديوف المنام بشكل عام برضو بشارة بعودة شخص مسافر. او عودة شخص اه اه كان غايب. اه برضو من الرموز اللي بتدل على رزق ورزق حلال. اه هيحصل عليه الرؤية. الفتاة العزباء ما تشوف ان هي بتستقل ضيوف وضيوف دخلوا اكلوا يعني حصل اكرام لهم فدي نجاح في حياتها لو كانت هي بتدرس فنجاح في دراستها او نجاح في اه عملها. كمان لما تشوف ان هي في اه ضيوف دخلوا البيت وجايبين لها هداية وجايبين لها اه حاجات كده مفيدة فمن الرموز اللي بيضل على خاطب اه قريبا. اه كمان استقبال الديوف للفتاة العزباء لو كانت هي مريضة وفبشارة ليها بالشفاء يمكن بعد صبر. خصوصا لما تشوف ان هي بتستقبل ديوف اه غريبة هي مش عارفاها. اه كمان اه استقبال الديوف اه في المنام اه برضو من الرموز اللي بتدل على ساعة في اه رزقها مترقية لو كانت هي اه بتعمل. المرأة المتزوجة اه برضو لما تشوف ان في ديوف تدخلوا عليها. فبردو من الرموز اللي بتدل على رزق ورزق واسع. اه هتحصل عليه. استقبال ضيف واحد اه في المنام اه من الرموز اللي بتدل على الحمل. اه كمان من الرموز اللي بتدل على الحمل وعلى الحمل في ولد اه زي ما احنا قلنا. كمان الديوف اللي المرأة المتزوجة. دي بشرب احداث او حدوث امور اه طيبة او امور سعيدة او احداث سعيدة. اه هي هتعيشها في الفترة المقبلة كمان مناسبات اه سعيدة او مناسبات اه مفرحة. كمان لما تشوف ان هي يعني بتستقبل ضيوف وضيوف دول اه بتقدم لهم الطعام او بتقدم لهم الحلويات. كل دي من الرموز بدولها على مكانها. اه كمان على ترقية اه هتحصل عليها او على عمل لو كانت هيب برضو بتاع سعي لعمل. كمان مرأة متزوجة لما تشوف ان هي اه بتستقبل اه ديوف كان ديوفها وكان البيت بتاعها اه نديف. اه لما تشوف البيت نديف وهي بتستقبل ديوف برضو من الرموز المبشرة لها بقدوم خير وبقدوم اه ارزاء. المرأة الحامل برضو. المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتستقبل اه ديوف في المنام. فده اقتراب معاد الولادة. اه كمان من الرموز اللي اه بتدل على ولادة سهلة ولادة ميسرة. زي ما قلنا استقبال ديوف من الرموز اللي بتدل على مولود زكر. والله اعلى واعلى. كمان سعيدة الحامل لما شوف ان هي بتستقبل ديوف. والديوف شكلهم حالو مبتسمين. اه وفي جو من الفرحة. كل دي بتدل على تيثير في الولادة. وعلى ولادة سهلة وميسرة وعلى طفل اه معايفة. اه كمان اه من الرموز برضو اللي بتدل على اه كدوم خير وكدوم رزق ليها بعد الولادة. الرجل كمان. الرجل لما يشوف ان هو بيستقبلدجوف. اه شكلهم حالو كمان بيستقبلهم بفرحة او بيستقبلهم بابتسامة. كل دي من الرموز اللي بدل على كدوم خير. كدوم رزق. كدوم اموال. اه له اه كمان لو كان مريض فده بشرب بالشفاء وخروجه من ازمة صحية. كمان لما تشوف ان هو يعني بيستقبل الديوف وهو حسن المظهر. بيستقبل الديوف في مكان نديف. آآ بيستقبل وهم كمان كانوا حسن المظهر وشكلهم كان حلو كانوا مبسدين. كل دي بتدل على كدوم رزق وعلى تحسين في المعيشة وعلى تحسين في وضعه المادي. الكمان اللي ديوف اللي لما يشوف اللي رأي الديوف آآ برضو من الرموز اللي بتدل على حيرة آآ او تشدد في اتخاذ قرار معين او قرار مناسب هو بيفكر فيه. يعني في موضوع معين بيفكر فيه لكن هو في عنده حيرة او آآ تشدد في آآ اتخاذ القرار. احيانا الديوف الغرباء آآ برضو يعني بالمناسبة ان ممكن يدل على لص او على سرقة. آآ فبرضو من الرموز اللي ممكن تكون شوية مش محمودة. آآ كمان الرجل الاعزب. الرجل الاعزب لما يشوف ان هو بيستقبل او بيقدم دعوة للديوف وبوافق عليها ان هو ييجي يزوره آآ وبعدين شافوا انه دخل وان هو اكل وشرب وكده. كل دي برضو من الرموز المبشرة لي آآ اولا آآ بعمل بترقية بزواج. آآ كمان من الرموز اللي بدل على العمل صالح هو هيقوم آآ بي. والعكس صحيح. لو استقبل آآ ضيف شكله مش حلو او ما لبسه متسخة او المكان كان متسخ فبيبقى العكس صحيح. كمان رؤية ديوف للشاب الاعزب من الرموز اللي بدل على عودة شخص غايب او عودة شخص كان آآ مسافر. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على ان هو هيرزق بتحقيق آآ شيء هو كان بيتمناه. وكان آآ منتظر آآ من فترة. وهيكون بشارة بتحقيق الشيء ده في اقرب وقت. كمان الشاب الاعزب ما يشوف انه بيستقبل ضيوف برضو من الرموز اللي بتدل على سماعه اخبار آآ خصوصا لما يشوف ديوف آآ غرباء فده سماعه خبر شوية هيكون آآ مش متاكد منه او شوية هيكون زي اشاعة يعني. وهيكون آآ آآ خاص من بالعمل آآ شوية بالعمل. كمان الشاب الاعزب ما يشوف انه بيستقبل آآ ضيوفه فتاة ترقية وسلطة هيحصل عليه. ومال وخير وفير كمان هيحصل آآ عليه. المرأة المطلقة. المرأة المطلقة برضو لما تشوف ان هي بتستقبل آآ ضيوف آآ في برضو من الرموز اللي بتدل على خصوصا لما تشوف ان هي آآ استقبلت آآ ضيوف آآ وهي مبسوطة وقدمت لهم الطعام وكان آآ شكلهم نضيف ومنزلها كمان نضيف. فمن الرموز اللي ممكن تدل على عودتها مرة تانية لزوجها السابق. او بشارة لها بالزواج من شخص آآ آخر. والشخص ده هيكون آآ سبب في اسعادها وسبب في استقرار في حياتها. آآ ده كده باختصار رؤية الديوف آآ باتمنى يكون اللي فيديو عاجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوني تحت. وانا ان شاء الله رد عليكم. بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.